تغذية الامتحانات تكون ازاي؟ الناس اللي يومين دولة بتذاكر وعايزة تركز اكتر وعندها امتحانات تعمل ايه وتاكل وتشرب ايه علشان التركيز بتاعها هيكون اعلى اول حاجة لازم نكون عارفينها ان الطالب اللي ما يكلش حديد يبقى طالب بليد فاول حاجة لازم نهتم بيها الحديد المصادر اللي فيها حديد ايه الخرشوف التفاح البانجر السبانخ والجرجير دي اول حاجة اللي تحتوي على الحديد الحاجة التانية الحاجة التي تحتوي على الامجا زي ايه زي الاسماك زي الكلات البحرية زي المكسرات زي اللب والسوداني كل الحاجات دي بتحتوي على اومجا زي تالت حاجة الحاجات بتحتوي على فيتامين بيه وبه الطاشر بالاخص عشان ده فيتامين الاعصاب زي اللحمة زي الفراخ زي البيض زي اللبن اهتموا بالتات مكونات دولة ضرورة جدا والمربيهات اتنين بس واحد صباحا واحد مساعة كل ساعة كوبات مية وننام كويس ربنا يوفقكم في الامتحانات من فضلكم شايروا الفيديو ده عشان الناس تستفادئ اللي بتذاكر ومننساش نصالع سيدنا محمد في التعليقات تحياتي لكم معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحر عام ترجمة نانسي قنقر